الرئيس السيسي يؤكد أهمية وعي المواطن لإنهاء ملف البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية مدبولي يؤكد عزم الحكومة منع دخول موظفي الجهات الإدارية بالمحافظات من غير المطاعمين بلقاح كورونا وفوضية الانتخابات العراقية تقول إنها تقف على مسافة واحدة من كل القوة والكتل السياسية منتصف الليل العاشرة بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة أهلا بكم والبداية مع أحمد أبو زيد أهلا بك أحمد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الجميع إلى التكاتف من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات والبناء غير المخطط عليها وخلال افتتاح مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة شدد الرئيس على مسؤولية ووعي المواطن باعتباره أهم عنصر لإنهاء ملف البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية اللي أنا بقوله هنا لما بجمع الصورة دي لكم هو هيكون الموضوع ده يفتكر إنه يبقى اهتمام الحكومة بس أو اهتمامي أنا بس يا جماعة أنتوا بتسيبوا الأرض الغالية قوي دي تضيعوها بالطريقة دية كده وتسيبوا صحراء مفتوحة جداً مصر مساحتها كصحراء أكتر من 90% من أرضها وراحين تعتبنوا على الأرض اللي انتوا هتشتغلوا وتعيشوا عليها بغض النظر بقى إن هي في مجرسيل أو مش في مجرسيل أنا اللي يهمني هنا أنا سيب الأرض دي أشتغل عليها واسكن في الأرض النشفة الجائلة هي اللي مش دي هنا الترع واصلالها والمصارف واصلالها والمية بتروح لها بالراحة لا عايزة محطات رفع ولا عايزة أي حاجة القضية دي قضيتنا كلنا وبالمناسبة وأنتوا جايين أنا جاي عالدائري جاي عالدائري حجم المباني اللي موجود هايل ضخم جداً وكلها طبعاً بشكل غير مخطط وغير صحي للناس طب هنقول بقى إن دا كان سببه الدولة ولا الناس ولا نموه السكاني ولا كل دا على بعضه قولوا زي ما أنتوا عايزين لكن إنتم لازم تتوقفوا قدام النقاط دي لأن إحنا مش هنقدر نعالج دا كله إلا بيكم بالناس بالمصريين بيفهمهم للأنا بقولوا دا هتلاقي نفسك أنت تقول لي أنا عايز ابني هنا جنب جنب أرضي طب ما هو اللي جنبك نفس الكلام واللي جنبك واللي جنبك واللي جنبك فأنت بتاكل في أرضك اللي هي اللي هي الأرض الخضرة اللي بتطلع إنتاج اللي بتجيب فلوس ليك والغيرك وطلب الرئيس السيسي بالاستفادة من الأراضي التابعة للحكومة أو المحافظات أو الوزارات لإقامة مشروعات سواء خدمية أو مناطق حرفية لتوفير مزيد من فرص العمل وشدد الرئيس على أن تحقيق أحلام المصريين يتطلب تضافر كل الجهود هيتعمل الكلام ده فين؟ اللي انتو شافينه ده فين؟ شقة كده في الريف يبقى المواطن اللي يعيش هنا وولادنا الصغيرين البنات والولاد اللي هيعيشوا هنا تفتكروا يبقى المستوى عمل إزاي؟ هحولوكوا كلمة صعبة مش عايزين تحلموا ليه؟ مش عايزين تحلموا البلكوا ليه؟ مش عايزين تحلموا لنفسكوا ليه؟ ليه راضيين؟ بقى اللي بتبطوا حطوه وخلاص وراح يقولك ظروفنا كده طب مانعا نقدر نغير ظروفنا نقدر بدليل إن إحنا بنقول لو النهاردة دخلت على قرية فيها مئة بيت معاملين دور واحد هقدر أخليهم كده والحزار بتاعتهم قدامها بالطريقة كده هقدر أعمل ده هتساعدونا عشان إحنا نعمل اللي انتوا شايفينه ده بالمناسبة في الدلتة الجديدة وفي السينة كده ليه؟ لأننا اللي بعمله فخلاص بقى بخطى التخطيط على بعضه متكامل فبقى بنشئ حياة متكاملة في كل شيء المساكن والمدارس والمساجد والكنايس وكل الخدمات المطلوبة للمكان لكن إحنا بنعالج أوضاع كانت سابقة بنعالج أوضاع سابقة مش هتتعالج إلا إن إحنا كلنا نبقى مع بعض تتضفر جهودنا عشان نغير حياتنا وعشان نحقق حلمنا قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الحكومة تتفاوض منذ ثلاث سنوات مع شركات النظافة للتعامل مع قضية المخلفات بصورة عامة وشاملة أشار الرئيس السيسي لأن الدولة تعول على وعي المواطن وتعاونه في ملف إزالة المخلفات نحن الوقت بأن تلس سينية دكتور مصطفى بنتفاوض على شركات النظافة تقريبا يعني واتفاقنا وكده أنا بقول لكم عشان تعرف بقول لكم عشان تعرف وبستغل فرص إن إحنا نكون موجودين مع بعضنا وبنعرض حاجة من كده تقول يعني إحنا فرحانين قوي وكده أيوة أنا عايزة نكمل الفرحة والله عايزة أكملها عايزة أكملها إيه إن ما بايش عندنا حاجة مش كويسة لكن مش عشان أدايقكم ودايق نفسي ودايق الحكومة لما جينا نتكلم مع الشركات وجدت التنمية المحلية من ثلاث سنين والبيئة تعرض علي الموضوع مع الدكتور مصطفى لقينا إن حجم حجم وما حدش يفهمني غلط من فضلكم ما تفهمونيش غلط أنا ما بتناول معكم مسألة بتناولها عشان نفهمها إنت بتقولها كلمة في الجرنان أو على مواقع التواصل قضية لكن إنت لازم تكون عارف حجم القضية دي قد إيه وإزاي نعالجها طيب أنا حقولكم إحنا حجم اللي بنجمعه من مصر ولا أنا أقول دكتور مصطفى يصلح لي بنجمع من مصر للنظافة 800 مليون صح كده؟ مش كده؟ طيب يعني كل الناس في مصر كل الشواء كل المحلية كل ده بنجمع فيه 800 مليون جنيه طيب القاهرة الوحدة لحي غرب وشرق مش كده؟ حي غرب وشرق لما جينا أتكلم مع الشركات صدقوني يعني مش عايز أقول الرقم عشان يعني ما تستغربوش لحي غرب وشرق مش كل قاهرة مش كل القاهرة يعني القاهرة كلها ممكن يبقى التكلفة ممكن تصل مثلا لتنين اتنين ونص مليار لو شئنا نسميها لو احنا حبنا نعمل ده وأكد الرئيس السيسي أن الدولة جادة في توفير السكن للمواطنين مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بمشروعات سكنية متكاملة لما احنا قلنا عشان نخلي الناس ما تقربش من الأراضي الزراعية ما قلناش ما تقربش وبس احنا قلنا حنطرح في عواصم المحافظات في الأراضي المتاحة جوه المحافظة سواء كانت الأراضي دي بتاعت الدولة أو بتاعت وزارات زي قطاع الأعمال أو غيره ما بقاش تصلح إنها ينفع تبقى في وسط الكتلة السكنية في الطريقة دي قلنا حناخد الأراضي دي نبنيها عشان نتاحها للمواطنين عشان ما قلوش إيه ما تبنيش وأنا ما بوفرش بديل فاحنا كنا الخطة خمسمائة ألف واحدة اللي اللي هو هاب بيتكلم عليهم بيتكلم على مية وتمانية ألف اللي إحنا شغالين فيهم دلوقتي وكل ما تتوفر أراضي سواء كان المحافظة توفرها أو غيره هنقدر نعمل الخطة اللي إحنا بنتكلم عليها دي على مستوى الدولة بالكامل خلي بالكم لو أنتوا قلتوا لخمسمائة ألف واحدة طب بكام دول لو إحنا بنتكلم على الواحدة بخمسمائة ألف جنيه حتى دكتور مصطفى مش كده؟ يعني كام؟ يعني مية خمسة عشرين مليار؟ مش كده؟ مية خمسة عشرين مليار؟ مية خمسة عشرين مليار جنيه؟ المليون حيكلفه خمسمائة مليار جنيه؟ خمسمائة مليار جنيه؟ إحنا بنتكلمش أبداً في الموضوع مش اقتصادي خالص إنما إحنا بنحاول نحل بجد القضية اللي إحنا بنتكلم فيها واللي بيعرضه اللي هو أهاب هنا حاجة تانية بيعرض إسكان ثلاثة أربعة دوار قدام منه أنا أسف يعني برضو الحزائر اللي إحنا قلنا هنخلي قدام كل بيت حجم حزائر لكل شقة اللي عايز يعني يربي حاجة إحنا مدين لك مكان مع شائطك تعمل فيه الكلام ده كله بقولي الكلام ده عشان إيه؟ عشان تعرفوا إن إحنا جدين في إن إحنا نوفر للناس وبردو حقول الحاجة اللي بعملها حاجة متكاملة قوي مش بعمل حاجة على طبع أحمر ومقفلش لا ده زي بنتوا شايفين كده زي اللي إحنا بنفتتاحها النهاردة حاجة أنا أسف مفيش حد بيعمل كده جرى الحكومة وشدد الرئيس السيسي على أهمية الرقمنة لتحقيق أهداف التنمية مشيرا إلى أن استمرار النمو السكاني بمعدلاته الحالية يعرقلوا جهود التنمية شوفوا وأنا بقولكم الكلام ده وبتسجل علي أمامي أمامكم أمام ربنا وللتاريخ طول ما النمو السكاني اللي موجود في مصر بالمعدلات دي صدقوني لن نستطيع ولا طيب إلا هو إحنا ما عندناش المعدلات دي كان ممكن نبقى معدلات عملنا أكتر من كده طبعا ما فيش كلام النهاردة إنت خلي بالكم كل 2 مليون بيزدادوا عايز تعمل لهم مدارس ومستشفيات وعايز تعمل لهم شغل فرص عمل وعايز وعايز طب مين يقدر على كده مين يقدر كدولة على كده هذه الشاشة في علم الأمور وسائل فوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تستهدف الارتقاء بجودة حياة المصريين في المناطق الجغرافية كافة جهود الدولة لتغطير المناطق الغير امنة فندم سيادتك اصدرت عدد كبير من المبادرات ويمكن اللي بيعنينا النهاردة مبادرة سكن لكل المصريين طبعا فندم عشان نحاق السكن اللائق وانحاق حتى حياة كريمة للناس اللي هتسكن احنا فندم نفذنا مجموعة من الوجهات المعمرية عشان نعمل طابع معماري متميز للإسكان بالاضافة فندم ان احنا عملنا تشربات فوق المتوسطة لساكن المناطق اللي احنا بنجهز فيها الإسكان كمان يا فندم سيادتك امرت ان احنا نجهز كمان المنازل والوحدات السكنية بالفرش الجديد حتى اللي بيتنقل للمكان الجديد ده فندم يبقى فرشه جديد وسكنه جديد والمنطقة كلها تبقى جديدة عشان يبقى حاسس انه عمل انتقاله في حياته كمان يا فندم سيادتك في شهر سبعة سيادتك اصدرنا او الدولة اصدرت منظومة الضوابط والاشترطات التخطيطية والبنائية الجديدة ويمكن اللي يخصنا برضو فندم في الاشترطات دي ومن امها ان احنا من خلال الاشترطات دي بنقدر نحد من ظاهرة المزيد من المناطق الغير امنة كمان يا فندم نحافظ على البنية التحتية للمنشآت بالكامل سواء مرافق وصرف وكهرباء وغاز كمان يا فندم نعمل هواية بصرية للمنطقة الجديدة اللي احنا بننفذها من خلال الضوابط اللي تم تنفذها من جانبها اكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ان الدولة المصرية ارست منذ عام 2014 مبادئ العدالة من خلال العديد من الاجراءات التي اتخذتها ونوهت بالانتهاء من تأتيت اكثر من 20 الف وحدة سكنية خلال الفترة اللي فاتت انتهينا من تأسيس اجمالي 20.572 وحدة في 8 مناطق المرحلة الاولى والتانية والتالتة انتهينا من اجمالي 12.056 وحدة الحقيقة احنا كمان المنطقة المرحلة الرابعة انتهينا من 8000 فاجمالي هذه الوحدات هي 20.572 احنا بننصق مع السادة المحافظين علشان مع وعيد التسكين وقاليات التسكين ايضا كدستك فاندي موجيت في اثناء احد الجوالات ان احنا نعمل نصمم نموذج للغرف والتسكين بيتطفق مع المساحة والحيز المنجوز في الوحدات السكنية الجديدة وبالفعل تم تصميم 3 نماذج عشان نقدر نرشد استخدام المكان نفسه فنقدر ان احنا التجهيز يبقى بيشمل اكتر من وظيفة في قان واحد تم استلام 3 نماذج وجاري استلام اخرين بنعملهم بنفس التكلفة وبتشكيل لجنة علشان تستلم الجودة الحاجة اللي بتبقى مش كويسة او ما بتتطفقش مع المعايير الموضوعة بنرجعها تاني وبنستمع للسادة المواطنين فيها بعث رئيسه مجلس النواب المستشار حنفي جبال برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وفي نص البرقية قال رئيس مجلس النواب ان السيرة العطرة للنبي الكريم منذ مولده الى ان لحق بالرفيق الاعلى تمثل نموذجا رائعا ودرسا يقدم الانسان النموذج في كل مراحل حياته وهنأ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف وفي برقيته بهذه المناسبة قال رئيس الوزراء انه يتم استقبال هذه المناسبة الجليلة بكل مشاعر البهجة ويتم الاخذ من صاحبها الاسوى الحسنة والقضوة الطيبة والحكمة الخالدة في ارساء قيم الحق والعدل والدعوة الى الامن والسلام والخير للناس اجمعين اجرى رئيس الوزراء مصطفى مدبول اتصالا هاتفيا برئيسة الحكومة التونسية نجلا بودن لتقديم التهنئة لها على توليها للمنصب مؤربا عن سعادته لتوليها المسؤولية كأول سيدة عربية تتقلد هذا المنصب وخلال الاتصال اكد رئيس الوزراء ان هناك تكليفات واضحة من الرئيس السيسي بتقديم صور الدعم كافة للاشقاء في تونس وقد قدمت نجلا بودن شكرها الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم لتونس طلبت التعجيل بعقد اجتماعات الدورة المقبلة لللجنة العليا المشتركة بين البلدين اكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة استكمال ازالة التعديات على فرعي النيل برشيد وضمياط والتشديد على عدم السماح بأي تعبد او مخالفة على المجاري المائية والاراضي الزراعية وقلال رئاسة اجتماع مجلس المحافظين كلف مدبولي بالاستعداد للتقلبات الجوية والامطار الغزيرة والتوفر الفرق اللازمة والمعدات للتعامل الفوري مع اي طارق وفي شأن اخر اوضح رئيس الوزراء ان هناك مخزونا كبيرا من السلع الاستراتيجية مشددا على انه لن يصبح بالتلاعب في الاسعار وسيتم الضرب بيد من حديث على كل مخالف او متلاعب وحول جهود مكافحة جائحة كورونا اكد مدبولي اهمية تطعيم كل العاملين في الجهات الادارية بالمحافظات منوها بانه خلال فترة وجيزة لن يسمح بدخول اي موظف لم يتم تطعيمه خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء استعرض وزير التنمية المحلية محمود شعراوي موقف حصر وازالة التعديات على المجال المائية اشار وزير التنمية المحلية ببدء المرحلة الثانية من الموجة الثامنة عشرة منذ الحد عشر من اكتوبر ومن المقرر ان تستمر حتى التاسع والعشرين من هذا الشهر واوضح انه خلال اليومين الاول والثاني من هذه المرحلة جرى تنفيذ اكثر من 1560 حالة تعد لمباني على المجال المائية وازالة 439 حالة تعد زراعي على المجال المائية في سياق اخر استعرض وزير التنمية المحلية موقف استعدادات المحافظات لموسم الامطار والتقلبات الجوية اشار الى ان التنسيق قد جرى وتم توجيه المحافظات المختلفة باتخاذ عدد من الاجراءات لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة اي ظروف طارئة اعلنت وزارة الداخلية جهود اجهزتها على مستوى الجمهورية خلال اسبوع في مجالات المرور والتموين والكهرباء والمصنفات والاثار والاموال العامة والضرائب وقد اصفرت تلك الجهود عن تحقيق النتائج الايجابية التالية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار اسبوع نجحت اجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الامنية ففي اطار تنفيذ اجراءات الخطة الشاملة التي اعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع ستة الاف وثلاثمائة وثلاثم وتسعين قضية تمونية متنوعة وضبط الفين ومائة وثلاثم وثلاثم وثمانين قضية في مجال منع تداول الارجيلة بمضبطات اثنى عشر الفا وسبعمائة واربع وثمانين ارجيلة اضافة الى غلق سمانية الاف وثمانمائة وثمانية وستين محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق كما تم ضبط عدد سبعة وستين الفا واربعمائة وثلاثة عشر شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية موسيقى والى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم اسفرت جهود وزارة الداخلية خلال اسبوع عن ضبط تسعة الاف ومائتين وثلاثم 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 قضية تمونية متنوعة من بينها مائة واربع وسبعون قضية ضيع استوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت احد عشر الفا وثلاثمائة وثمان وتسعين استوانات بوتاجاز وضبط سمان وعشرين قضية مواد بترولية بمضبطات بلغت مائة وتسعة وخمسين الفا وتسعمائة وخمسة واربعين لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء اضافة الى ضبط تسعة الاف وإحدى وثلاثين قضية تمونية بمضبطات وزنت اكثر من اربعة الاف وتسعة وثمانين طن سلع جزائية متنوعة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع ماتين وسبعة واربعين الفا واربعمائة واثنتين مخالفة مرورية متنوعة من بينها ستة وثلاثون الفا وتسعمائة واربعة مخالفة تجاوز السرعة المقرارة كما تم رفع مائتين وتسع وثمانين سيارة وسبعين دراجة نارية متروكة ومتهلكة وفي مجال الامن السياحي نجحت اجهزة وزارة الداخلية في ضبط تسعمائة وخمسة قضية ومخالفة ابرزه حيزة الاثار والحفر والتنقيب عن الاثار ومخالفات شركات سياحية وفي مجال قضايا الطيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع اثنين وسبعين الفا ومائتين واحدة وسلسين قضية في مجال سرقة الطيار الكهربائي ومخالفة شروط التعقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت أربعة وستين مليون وسلاسمائة وخمسة واربعين الفا وسلاسمائة واحد واربعين جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع مائتين وست وسبعين قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من بينها 165 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها 376 وحدة واجهزة الكترونية مختلفة كما تم ضبط 111 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمطبوطات بلغت 297 503 كتب مقلدة ومنسوخة ومطبوعات تجارية وغزائية دون الحصول على تفويد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ودون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 45 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 211 مليون و 260 848 جنيه وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2060 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 3 مليار و 294 مليون و 589 ألف جنيه قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باخطار مصلحة الضرائب بها وجار فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6 مليون و 363 188 جنيه شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الثالث للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية المنعقدة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار وزير الخارجية في هذا الصدد الاهتمام مصر بمتابعة التقدم المحرز منذ نأقاد القمة التنسيقية الأولى والتي ترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يوليو من عام 2019 موضحا أن هذه القمة دشنت مسارا لتطوير المرجعيات الرئيسة للتكامل القاري والإقليمي كما أشار وزير الخارجية بأن جائحة كورونا بالرغم مما مثلته من تحدي صعب إلا أنها أتاحت الفرصة أمام الدول الإفريقية لتعزيز التعاون فيما بينها أشدد على الدور المحوري للوكالة الإفريقية للتنمية النيباد في حشد الموارد اللازمة للاستثمار في أجندة التكامل القاري أعلنت دكتورة هلزايد وزيرة الصحة والسكان استقبال مليون وستمائة وأحد عشر ألفا وتسعين جرعا من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة فايزر بمطار القاهرة الدولي مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات جافية وذلك في إطار قطة دولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن اللقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهما واحد وعشرون يوما لفتا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها ألفا ومئة مركز موزع على محافظات الجمهورية أعلن سفير مصر في روما واندوبها الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة هشام بدر انتخاب مصر عضوا في هيئة مكتب لجنة الأمن الغذائي العالمي بالمنظمة وأشار السفير هشام بدر إلى أن هيئة مكتب اللجنة تضم 12 عضوا وتعد مسؤولة عن تسيير أعمال اللجنة خلال الفترات البينية لانعقاد دوراتها على مدار يومين تعقد فعاليات المؤتمر الثاني للدواء توطين صناعة الدواء وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ويناقش المؤتمر على مدار عدد من الجلسات كل ما يخص توطين صناعة الدواء في مصر وتشجيع الشركات العالمية على تصنيع منتجاتها بمصر ده المؤتمر نسخته التانية وهو المؤتمر أساساً هو بيدرس مشاكل وبعض الأمور الخاصة بالصناعات الدوائية في مصر لكن الحقيقة زي ما أنا قلت في كلماتي إحنا دخلنا في قصة تانية خالص دخلنا بعد حكاية كورونا وبعد تكليف سيت رايس لنا بالسعي لتوطين الصناعات الدوائية الحديثة خاصة صناعات البيتوكنولوجي وأدوية الأورام وبعض المواد الخام لازم بنسعى في مصر بكل التقات مش هيبه فيه حواجز نحو تطبيق هذه الاستراتيجية وأنا قلت في كلماتي بقول تاني أن هناك إرادة سياسية قوية جداً لتطبيق مفهوم توطين الصناعات الدوائية الحقيقية في مصر احنا عندنا صناعات دوائية وبدأت سنة 1936 ثم حزن نوع من الطفرة سنة 1960 الشركات المصرية منتجة عندنا النهاردة داخلين أكتر من 155 شركة دوائية وفيه شركات في الطريق لكن احنا عايزين لأن الحقيقة أزمة وباء كورونا التي ما زالت مستمرة الحقيقة خلت العالم كله يتنبه أنه لازم يكون عندك إمكانيات وطاقات قومية ومحلية بحيث يبقى فيه وفرة من الاحتياجات الدوائية وأيضاً للتصدير حتى تغطي تكاليف المنتجات المتخلات هذا الدوائية أدانى المتحدث باسم وزارة الخارجية حادث الطعن الذي تعرض له النائب البريطاني ديفيد أميس في أثناء اجتماعاً في دائرة انتخابية شرقية لعاصمة لندن وأسفر عن مقتله أعرب متحدث الخارجية عن إدانته الشديدة لمثل هذا الهجوم الشنيع وعبراً عن تضامن مصر مع حكومة المملكة المتحدة وشعبها أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء وشدداً على أن سلطة القضائية عليها أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات وشدد ميقاتي على أن ملف إطلاق النار في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختصة كذلك خلال اجتماع ميقاتي مع وزير العدل القادي ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام وجرى خلال اجتماع البحث في ملف الأحداث الأمنية في الطيونة وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة أكد وزير الدفاع اللبناني مور السليم أن هناك 19 شخصاً ألقي القبض عليهم حتى الآن على خلفية أعمال العنف المسلح التي جرت بالعاصمة بيروت أضاف سليم أن التحقيقات الأولية تفيد بأن أعمال العنف بدأت شرارتها بتدافع واشتباك في منطقة الطيونة أديا إلى إطلاق نار من الجانبين مشيراً إلى أن المقبوض عليهم من المشتبه في تورطهم بأعمال العنف من الطرفين فيما قال الجيش اللبناني أن عسكرياً يشتبه في إطلاقه النار تجاه متظاهرين في بيروت الخميس الماضي يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص هذا وبدأت الحياة تعود لطبيعتها في المناطق التي شهدت أعمال عنف دامية في العاصمة بيروت مؤخراً فتحت بعض المحال التجارية أبوابها لتأقفال عام في جميع أنحاء البلاد حداداً على الضحايا الذين سقطوا في إطلاق النار الكثيف بمنطقة الطيونة وامتد لعين الرمانة والشياح جنوبي بيروت وتنتشق قوات من الجيش اللبناني في أكمنة ثابتة على الطريق الرئيسية المؤدية للمناطق التي شهدت أعمال العنف مدعومة بيئة المدرعات والأليات العسكرية فيما تم إغلاق عدد من الشوارع الفرعية بأسلاك شائكة والحواجز الأمنية وسط إجراءات مشددة أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن النتائج الأولية الكاملة للانتخابات التشريعية متاحة عبر الموقع الرسمي للمفوضية مضيفة أن نتائج أولية ويمكن الطاعن عليها لمن شاء وخلال مؤتمر صحفي شددت مفوضية الانتخابات على وقوفها على مسافة واحدة من جميع المترشحين ومن مختلف القوى والكتل السياسية صوتت اللجنة الاستشارية بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالإجماع للتوصية بجرعة معززة من لقاح جونسون أنت جونسون بعدما لا يقل عن شهرين من حصول الإنسان على الجرعة الأولى جاء قرار اللجنة بناء على نتائج المرحلة الثالثة من التجارب والتي أظهرت أن جرعة معززة زادت الحماية إلى 94% ضد الحالات المتوسطة والحدة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة سجلت روسيا ارتفاعاً قياسياً جديداً في حالات الوفاة بسبب مضاعفات فيروس كورونا متخطياً ألف حالة وفاة لأول مرة قالت فرقة العمل الروسية المعنية بمكافحة الفيروس أنها أحصت نحو ألف وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين المقضية كما أعلنت عن عدد قياسي جديد في الإصابات مع الإعلان عن أكثر من 33 ألف إصابة قال قائد الاستجابة لفايروس كورونا في ولاية فيكتوريا الأسترالية جروين فيمار أن الولاية سجلت ما يقرب من ألفين حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة فيما توفي سبعة أشخاص وأضاف فيمار أن أكثر من 88% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً في فيكتوريا تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح وأربعة وستين بالمئة تلقوا الجرعة أو جرعة مضاعفة من اللقاح أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب اليونان إزاء ما تشهده اليونان من فيضانات غزيرة أسفرت عن نزوح العشرات وخلفت خسائر مادية جسيمة أكدت مصر في بيان خارجية وقوفها جنباً إلى جنب مع اليونان لمواجهة موجة الفيضانات وما خلفته من خسائر يوصل بركان جزيرة لابان ما طورانه مع اندلاع تسونامي الحمام البركانية الذي التهم عدة منازل بالبلدة وحذر معهد جزر الكنارية البركاني من التضفق الهائل لسرعة الحمام البركانية خاصة تلك التي تتضفق باتجاه الشمال الغربي حيث وصف المعهد هذه الحمام بأنها ذات كثافة عالية ومصار واسعة أرسلت الصين ثلاثة رواد إلى محطة فضاء من بينهم أول رائدة فضاء صينية تزور المحطة إذ يمكثون فيها ستة أشهر ستكون للبعث الثانية من بين أربع بعثات مأهولة مقررة إلى المحطة والمنتظر استكمالها بحلول نهاية العام المقبل تتوصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات القافلة الطبية بوحدة طب الأسرة بالحمروين بمدينة القصير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لمائتين واثنتين واربعين حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين منها اتنان واربعون فحصا معمليا وتسعة وعشرون أشعة وسنار وست وثلاثون حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة تم إجراء جميع الكشفات والفحصات والصرف العلاج بالمجال نعت وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم السيناريست الكبير الراحل كرم النجار الذي غيبه الموت قالت الوزيرة إن الراحلة نجح خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من أربعة عقود في تناول الكثير من القضايا الاجتماعية المهمة كما امتلك أدوات ومفردات عبر بها عن المشاعر الإنسانية ببراعة والآن وقف مع أخبار الاقتصاد وقعت مصر وقبرص مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص يوفر ربطا مباشر لتبادل الكهرباء بين البلدين يهدف المشروع إلى إنشاء شبكة ربط قوية بين مصر وقبرص لتحسين أمن الأمداد بالطاقة وإنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلال كلمتها أمام منظمة الرؤساء التنفيذيين أوضحت وزيرة التخطيط أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يجاهز الاقتصاد المصري لمرحلة ما بعد الجائحة أضافت أن التحول للاقتصاد الأخضر أصبح على قمة أولويات الحكوم مشيرة إلى أن مصر تمتلك نظام ريادة الأعمال الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية والصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة إعفاء القرى من ترخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط وأشار المركز إلى أن وزارة التنمية المحلية أكدت على استمرار استخراج ترخيص البناء بالقرى والنجوع والعزب والكفور بشكل طبيعي والتي تخضع لمنظومة الاشتراطات والترخيص القديمة وفقا لقانون البناء الموحد لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بينما تطبق منظومة الاشتراطات والترخيص الجديدة في المدن فقط وأكدت الوزارة أنه لا يجوز البناء نهائيا دون الترخيص سواء في القرى أو في المدن قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الجناح المصري المشاركة في فعاليات إكسبو 2020 في دبي شهد ومنذ افتتاح المعرض إقبالا كبيرا مشيرة إلى أن عدد زوار الجناح تخطى حتى الآن نحو 80 ألف زائر من مختلف دول العالم قالت الوزيرة أن هذا الإقبال يعكس الجهود الهائلة المبذولة في الجناح من تصميم وابتكار واستعراض للحضارة المصرية من خلال محتوى جذاب ومبهر فضلا على المعروضات الأثرية بالجناح لافتة إلى أن الجناح المصرية يستعرض التطورات التي تشهدها مصر حاليا في المجالات المختلفة وعلى رأسها مجالات الصناعة والبنى التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية تحتل مصر المركز الأول أفريقيا في إنتاج الحديد والصلب والحادي والعشرين على مستوى العالم وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن إجمالية الإنتاج المصري من الصلب وصل إلى 7 ملايين و800 ألف طن متري عام 2019 مشيرا إلى أن مصر تمثل 22% من القيمة المضافة للصناعات التحولية بالقارة انطلقت في محافظة الواد الجديد فعاليات الملتقى التسويقي الأول للتمور بمدينة الخارجة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك في الملتقى أكثر من 90 عارضا ويستهدف تسويق التمور المصرية وتحسين فرص التصدير لهذا المنتج المهم إلى مختلف دول العالم لحضور الأطراف المشاركة في الملتقى المزارعين ومصدرين ومصنعين ومستوردين وباحثين هذا وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية لتطوير قطاع النخير والتمور بهدف زيادة صادرات التمر للأسواق الدولية وذلك في إطار الاهتمام الكبير للدولة بصناعة التمور تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بصناعة التمور حيث تعد مصر واحدة من أهم بلدان العالم في إنتاجه فضلا عن كون التمور من المحاصيل الاستراتيجية خاصة في المناطق الصحراوية والحدودية مثل الوادي الجديد والواحات وفيما أطلقت الدولة استراتيجية وطنية لتطوير قطاع النخيل والتمور بهدف زيادة صادرات التمر للأسواق الدولية أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تنفيذ أكبر مزرعة للتمور في العالم بمصر تضم 2 مليون وخمسمائة ألف نخلة لأفخر أنواع التمور وتحتل مصر المركز الأول عالميا في إنتاج التمور حيث يصل حجم إنتاج مصر سنويا إلى نحو 1.7 مليون طن وهو ما يمثل نحو 21% من إجمال الإنتاج العالمي والذي يبلغ 8 ملايين طن والأولى على المستوى العربي كما تحتل مصر المركز الثامن بين الدول المصدرة للتمور في العالم وتستهدف تحركات الدولة لوضع مصر في المكانة التي تليق بحجم إنتاجها ومنافسة التمور الأخرى الجيدة داخل الأسواق العالمية حيث تتمحور استراتيجية مصر لتطوير قطاع النخيل والتمور حول إنتاج وجودة التمور والتصويق والتصدير والبحوث والتطوير والتعبئة والتصنيع إضافة إلى الاستفادة من مخلفاتها وتعظيم القيمة المضعفة وكذلك الإطار المؤسسي لتنفيذها كما اجتملت على خطة تنفيذية مكونة من حزمة من المشروعات لتطوير هذا القطاع في الصين أعلن البنك المركزي أن قطاع العقارات يتمتع بوضع جيد وفق تعبيره بشكل عام مشيرا إلى أن مشكلات ديون مجموعة إيفرغراند الصينية تمثل حالة فردية يأتي إعلان البنك المركزي الصيني وسط مخاوف من المستثمرين من أن تشكل هذه الأزمة مشكلة أكبر من خلال المطورين الآخرين وتعد شركة إيفرغراند للتطوير الأكثر مديونية في العالم إذ تزيد التزاماتها عن 300 مليار دولار والآن مع أخبار الرياضة موسيقى تتواصل لفعليات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية تحت رعية الرئيس السيسي والتي تقام حتى 18 من أكتوبر الجاري على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة ويشارك في البطولة 350 راميا وراميا من 15 دولة عربية وأجنبية هكذا يتم تطهير الميدان وإعادة تعبئته بالأطباق المروحية كما تعبأ البندقية بالخرطوش بينما يستعد الرامي لإصابة هدفه الذي سوف يطلقه الحكم إلكترونيا من أحد هذه الصناديق منافسات مسابقة أبطال العالم للرماية واحدة من ثلاث مسابقات ضمن فعاليات البطولة الدولية للرماية على الأطباق المروحية التي يستضيفها المركز الأولمبي للرماية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد واحدا من أكبر ميادين الرماية في العالم اتخذت اللجنة المنظمة كافة الاستعدادات والإجراءات اللوجستية المتعلقة باستقبال وإقامة اللاعبين وتنقلاتهم إلى أماكن التدريب ومكان إقامة البطولة فضلا عن الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا 350 رام ورامية من 15 دولتان يتنافسون في البطولة التي تنظمها مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظيم يليق بمصر التي أصبحت أيقونة العالم في الأحداث والبطولات الرياضية والدولية فاز الزمالك على فريق تاسكر الكني بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دور أبطال إفريقيا هدف المباراة الوحيد أحرزه أشرف بن شرقي في الدقيقة السادسة والأربعين من عمر اللقاء لينتظر الزمالك مباراة العودة المقررية لها الثاني والعشرين من هذا الشهر تعادل الأهلي بهدف لمثله مع الحرس الوطني بطل النيجر ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لدور أبطال أفريقيا تقدم علي معلول الأهلي في الدقيقة الثمنة عشر من عمر المباراة من ركلة الجزاء وتعادل جبريلا ديولي لفريق الحرس الوطني في الدقيقة الخمسة والسبعين هذا وتقام مباراة العودة سبت المقبل على ملعب الأهلي والتي ستحسم الفريق المتأهل لدور المجموعات بالبطولة القرية افتتح الناد المصري عهد مدربه الجديد التونسي معين الشعباني بالتعادل دون أهداف خارج أرضه مع منافسه سلطات الموارد الأوغندي في مباراة الذهاب للدور التمهيري الأول من البطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم وتعادل بيرامل زماع مضيفي عزم التنزاني سلبيا على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ 32 الأول في بطولة الكونفدرالية الأفريقية جاءت المباراة قليلة الفرص لتنتهي دون أن تهتزأ الشباك وسيحسم لقاء الإياب في القاهرة المتأهل للملحقة قادة الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليبربول للفوز على واتفورد بخماسية نظيفة في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي سجل اللاعب المصري هدفا وصنع آخر ليعادل الرقم التاريخي للفيل الإفواري ديديا دروكبا بـ 204 أهداف في صدارة الهدفين الأفريقة في تاريخ المشاركات الدوري الإنجليزي لكرة القدم يستضيف فريق برشلونة نظيره فالينسيا اليوم الأحد في قمة الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني يدخل برشلونة المباراة وأمله في تحسين موقفه في جدول ترتيب الليجة خاصة بعد الخسارة التي تلقاها أمام أتلاتيكو مادريد في الجولة الماضية بهدفين دونرد ليتوقف رصيده عند 12 مقطع أما فالينسيا فيمتلك 12 مقطع بعد الفوز في ثلاث مباريات وثلاثة تعادلات وخسارتين الآن جولة مع أخبار التقس يتوقع خبراء وهيئة الأرصاد أن تنخفض اليوم الأحد درجة الحرارة بشكل ملحوظ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد الذي يسود تقس مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة نهاية النشرة ولان إليكم تذكر بأهم ما ورد فيها من أنباء الرئيس السيسي يؤكد أهمية وعي المواطن لإنهاء ملف البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية رئيس الوزراء يؤكد وعزم الحكومة منع دخول موظفي الجهات الإدارية بالمحافظات من غير المطعمين بلقاح كورونا فوضية الانتخابات العراقية تؤكد الوقوف على مسافة واحدة من كل القوى والكتل السياسية تابعوا دوماً مزيد من الأخبار والتقارير عبر مقاناة على الإنترنت أكسترانيوز.تفي كما يمكنكم التواصل معنا والتعرف على الأخبار أولاً بأول عبر حساباتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستجرام ومشاهدة البث الحي للقناة عبر قناتنا الرسمية على يوتيوب في أمان الله اشتركوا في القناة